خليني خليني اتكلم في نقطة مهمة جدا وبعدين اتكلم في الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه بخصوص التحكيم الفترة دي الفترة دي عن خبرة يعني عن حاجات مرت بالواحد ايام ما كنا بنلعب في النادي الالي و احنا صغيرين واكيد الواحد فيه اخطاء كتير حصلت منه فيه حاجات اتعدلت يعني خبرات والواحد بين الخبراته لاخواته الصغيرين او لولاده الفترة دي محتاجة مننا كلعيبة نادي اهلي احنا عارفين كجماهير الجماهير بتقدي دورها على اكمل وجه واللعيبة برضو ما بتأثرش ولكن فيها وقت بتبقى صعبة جدا 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 محتاجة هدوء تركيز ضبط نفس لان احنا يهمنا في المقام الاول ايه مصلحة النادي الاهلي مصلحة النادي الاهلي الاهلي بيمر بظروف صعبة الفترة دي الظروف الصعبة بتتمثل فيه ضغط المباريات او كم المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي فترة قصيرة جدا ده محتاج ايه محتاج مني كلعيب اركز احافظ على نفسي احافظ على مستوايا من حقق ازعل لما ملعبش عادي لو ما زعلتش ما تبقاش لعيب او ما تبقاش بنقادر من حقق ازعل بس اطلع زعلي في الملعب اطلع زعلي في الملعب في تمرين لما تجيلي الفرصة واحط رجلي في الماتش اطلع كل زعلي وكل غضب كله حيلعب يعني احنا النهاردة او الفترات افاد بنتكلم على فلسفة مستر كولر في الفترة دي تغيير تبديل تدوير وكله بيلعب احنا بنشوف ناس بعيدة رجعت وناس قريبة بتبعد هو ليه فلسفة خاصة مستر كولر بس في الاخر او في النهاية كله بيلعب كله بيلعب فخليك انت كلعيب زكي وناصح الفترة دي مش عايزة بلبلة مش عايزة اصارة مشاكل مش عايزة غير هدوء وتركيز والتفكير في مصلحة النادي الاهلي لانه هتجيلك الفرصة هتجيلك الفرصة حتى لو كنت قريب وبعدين بعت حتى لو كنت قريب وبعدين بعت بتيجي الفرصة تاني وده اللي بنشوفه ده اللي بنشوفه من كل ماتشل التاني بنشوف لعيبة كانت بعيدة رجعت ولعيبة كانت قريبة بتبعد كله هيلعب المهم انا مركز انا حتى لو زعلان عشان ما بلعبش لما انزل اموت نفسي اطلع كل الغضب يوزعلي ده في الملعب اجبر المدرب او المدير الفني ان هو كان رأيه غلط هو بالعكس هو ساعتها حيبق فرحان جدا وحيبق مبسوط جدا ده اللي انا كنت عايز اقوله في الفترة دي